انخفضت صادرات الخضار والفواكه الطازجة 27% خلال شهر تموز الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2015 وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن حجم الصادرات من الخضار بلغ 72800 طن مقارنة مع 100000 طن خلال شهر تموز من عام 2015 مساعد أمين عام وزارة الزراعة لتسويق الدكتور صلاح الطرونة أرجع هذا التراجع إلى ارتفاع أسعارها محليا إلى موجات الحر المتلاحقة التي أثرت على المملكة التي أدت إلى انخفاض الإنتاج وأشار إلى أن هذا التراجع أثر بشكل رئيس على صادرات محصول البندورة التي انخفضت بنسبة 25% واللوزيات بنسبة 30%